ظروف معيشية صعبة ونقائص بالجملة تلك التي يعيشها سكان حي الشعبة الحمراء الواقع بين حدود المسيلة وبرج باريريج والذين احتاروا بين معرفة انتماء حيهم إداريا أنا قاعدين هنا كأنه في قرون الوسطى ما كان والوك شعبة هذه الحي الشعبة الحمراء قاعد منسي الروح والمسيلة يقولون أنه ودي رحو البرج الروح والبرج هنا يرجعون لنا نفس الرد بل يركوا الروح والمسيلة نص تابع المسيلة ونص تابع البرج وبين إيجاد مسؤول يرفعون له مطالبهم هذه الوضعية جعلت السكان يدخلون في حالة سخط وتذمر كبيرين على السياسة المنتهجة من طرف القائمين على شؤون الحي والتي لم تخرج عن إطار الإهمال والمبالات التي أفرزت غياباً كلياً للتنمية في المنطقة البنات هنا عدنا ما يقرأوش يبطلوا ما كانش مدرسة ما كانش عيادة ما كانش سنتر ما كانش ما كانوا لهم جامع عدنا عام ونص قلت لكم هنا نجري وليه المسجد هذا جرينا نمسينا من روح ونمشي ربعاً كده نمسينا تروح الوالي يقول لك روح رئيس البلدية تروح البرئيس البلدية يقول لك روح رئيس دائرة ويبقى سكان شعبة الحمراء يعيشون حياة بدائية ما لم تتدخل السلطات المحلية لإدخال هؤلاء في دائرة التنمية وإنقاذهم وأطفالهم من تدني الظروف المعيشية